كيف يمكن أن تكون الكمامة التي نرتديها حتى نقي أنفسنا من الكورونا تكون هي سبب بإصابتنا بالمرض معلومات كثير مهمة راح نعرفها هلأ مع الدكتور خالد عبد الرحيم أخصائي الكيمياء الحيوية صباح الخير دكتور خالد أهلاً كيف حالك؟ الحمد لله يعني مش معقول ما تصدق إذا أنا متحمس لهاي الفخرة أول شيء أعطيتني أكمل معلومة هيك نصعقة كيف ممكن الكمامة التي نحن نلبسها تكون هي مصدر العدوى هي اللي سبب المرض أكيد بالواقع الكمامة عبارة عن مصيدة الكمامة عبارة عن فلتر وظيفته ما يدخل هالفيروسات والبكتيريا عن طريق فلترتها ويبقاءها على السطح للأسف الفيروس اليوم فيه له فترة حياة إذا وقع على أي سطح ما بيموت بظله الفيروس عايش لعدة ساعات حسب السطح اللي وقع عليه نحن كتير عم نستهين في موضوع الكمامة وبنحملها وبندخلها على بيتنا وبياخدوها الأطفال بيلعبوا فيها أو بيستعملها أكثر من شخص قضية استعمال الكمامة المتعددة للاستعمال صراحة اللي هي تصبح شيء خطير جدا إذا لم يتم العناية فيها بطريقة صحيحة العناية فيها بطريقة صحيحة عن طريق تعقيمها يعني بعد ما ينتهي الشخص من استعمال الكمامة خلال النهار دخلها على بيته لابد من تعقيمها حتى عندما يشلح الكمامة لازم يشلحها بالطريقة الصحيحة يوضعها في مكان معين يستعمل عليها مادة تعقيم اليوم موجود في مواد معقمة ممكن أنه نرشها على الكمامة ضمننا بهالحالة هاي أنه أكلنا هالفيروسات اللي صارت موجودة على سطحها إذا كانت عايشة طبعا الاستعمال الخاطئ صراحة كتير كتير كيف ممكن يكون خلينا نشوف هدول مثلا يعني فوردة ديسبوزبل صراحة استغربي أنه الكمامة ديسبوزبل عم تصبح عندنا هون بالأردن متعددة الاستعمال أيوة يعني ممكن تلاقي ناس بيستعملوها لمدة أسبوعين ثلاثة أو شهر وموجودة بالسيارة ممكن تستعملها أي شخص للأسف ممكن يلبسوها اليوم على السطح هذا وتلمها الفيروسات تاني يوم يلبسوها على السطح العكسي وتنقل هالفيروسات والبكتيريا والأوساخ اللي لمتها من الشارع يعني الاستهانة في موضوع الكمامة صراحة شيء كتير صعب طيب هلأ قلنا لازم لما نخلص منهارنا نرشها سبيرتو بزبط بسبيرتو بزبط أو هذا معاقب خاص للكمامات في معاقب خاصة بتيجي للكمامات بس نرشها سبيرتو ونتركها بالضبط شو كمان استعمالات وما نلبسها كل يوم عوجه وما نلبسها كل يوم عوجه وما نلبسها عدة مرات يعني الكمامة الديسبوزبل نوجدت حتى تستعمل مرة واحدة ويتم القاءها حلو طيب هلأ أعطينا كيف مركبة من إيش مصنوعة الأفضل كمامة لازم تكون هلأ صراحة الكمامات اللي تصنع واللي هي متعددة الاستعمال هي عبارة عن عدة طبقات الطبقة الخارجية بتكون نوع معين من الفابريك اللي إلو جاز برميابلتي خاصية بإدخال الغازات بنسبة معينة أوكي وبقطر معين يعني مش أي نوع ماش نحنا ممكن إنه نستعمله هون النقطة اللي عم نحكي فيها النقطة الثانية إنه في طبقة مصنوعة من مادة البولي بروبيلين الهومو بوليمر واسمها ملتبلون هاي المادة هي الأساس في الكمامة صراحة اللي هي بتمنع دخول الفيروسات والبكتيريا والملوثات وهاي المادة يعني الحمد لله اليوم صارت متوفرة في عز أزمة الكورونا كانت مادة صعب جدا الحصول عليها ولدرجة إنه ارتفعت أسعارها عالميا من 6 دولار للكيلو وصلت 72 دولار وصار الحصول عليها 12 ضعف والحصول عليها كان صعب جدا وهلأ؟ فهلأ لا الحمد لله صارت متاحة وبنقدر نستخدمها لكن اليوم نحنا عم نحكي على موضوع صراحة كتير موجود عنا والناس عم بتحكي على موضوع إنه بروح بشتري كمامة بلاقي والله بالصيدلية الفلانية حقها 5 دنانير 7 دنانير بنزل على وسط البلد بلاقي كمامة متعددة الاستعمال بنص دينار شو الفرق؟ فالفرق كبير جدا صراحة يعني أنت عم تدفع هالنص دينار وعم تأذي نفسك ليه؟ الكمامة الرخيصة مش موجود فيها الطبقات الحامية هاي اللي بتمنع الفيروس بتمنع دخول للفيروس الكمامات هاي عبارة عن قطعتين قماش بس وهادي هون يعني نحنا صراحة كنا دايما بنلوم الغذاء والدواء إنه عمي خفوا علينا شوي مش لهالدرجة تشدوا علينا اليوم نحنا بنناشد بنناشد الغذاء والدواء وزارة الصحة المواصفات والمقاييس مشان الله يعملوا كنترول على هالناس اللي عم تصنع يعني إحنا لحصلنا على الترخيص اللازمة لإنتاج الكمامات نفحص المصنع عنها قدمنا مواصفات ومقاييس قدمنا للجمعية العلمية الملائكية الغذاء والدواء طلعوا كذا مرة على المصنع تأجازوا وأجازوا يمكن 50-60 مصنع يعني فيه كباسيتي كبيرة جدا عندنا في الأردن إنه نطلع كمامات من أرواع ما يمكن وحتى يعني بتتصدر لأمريكا بتتصدر لأوروبا بتتصدر للوطن العربي شيء على أعلى المواصفات إذن حضرتك يعني بتقترح أنه لازم يكون في معايير خاصة لأي شخص بيخيط كمامة يعني يمكن الكمامة تكون هي مصدر الأزى إذا بدأت دخل الفيروس بدون وجود هاي المالك يعني عم تعطينا فولس سيكوريتي يعني هاللي بيحطر لحماية الخاطئة حماية خاطئة جدا حماية مؤذية حاطت كمامة بس شو الكمامة اللي أنت حاطتها يعني لازم نحن كأشخاص نكون حارسين إنه عندما بنا نشتري كمامة ما يقول إنه إيه والله منظرها حلو لا إنه أنا بهمني أنا حاطتها طب أنا كيف بدي أعرف لما أشتري كمامة كيف بدي أعرف إنه فيها هاي الطبقة اللي هي بتمنع دخول الفيروس والله شوفي يعني هي كمستهلك عادي صعب جدا صعب إذا ما فتحها وشاف صعب جدا بس إحنا بنقول إنه الدور على الجهات الرقابية إنه تمنع وجود مثل هاي الأشياء في السوق طب هلأ هاي شو بتعمل الفلتر صراحة هو في أنواع فلاتر؟ لا هو فلتر هو مش فلتر صراحة مش فلتر هو عبارة عن ظلف صمام طيب الصمام وظيفته مرور الهواء في اتجاه واحد فحسب يوضع هذا الفلتر اللي هو عبارة عن طبقتين من البلاستيك مع قطعة سيليكون وظيفته الأساسية إنه يسهل خروج الهواء تبع الزفير نحن ما بدنا إنه لما إنه بنتنفس الهواء اللي طلعنا نرجع مستنشقه مرة تانية فالفلتر بس مش فلتر سوري مش فلتر هو هو الصمام حتى يساعد في إخراج الهواء يعني مفروض أنا بدخلي الهواء من هاي الشقة بالضبط والزفير بدو يطلع من الصمام هي بتعطي أريحية أريح لكن المفهوم الخاطئ عند الناس إنه والله إذا كان عليها صمامين بتكون هاي قوتها بالفلترة كتير أكتر ما إلو علاقة ما إلو علاقة ما إلو علاقة في الموضوع يعني إحنا أنا كتير صراحة شاكر لرؤية إنه أتاحت نوصل هالمعلومة للناس كتير بهمنا لأنه كتير الناس استهانت في موضوع الكمامة حتى أنا عندي بالشركة يعني بيستغرب والشباب إنه طب شو بدي نحكى على موضوع الكمامة كتير بنحكى الكمامة شي عادي يعني صارت بالنسبة إلنا بس بالواقع هي أداة خطيرة جدا يعني هي ممكن نكون أداة المرض بحل ذاته بالتأكيد زي ما تفضلت طب هلأ الأطفال عادة يعني بيضل دائما المشكلة مع الأطفال إنه ممكن يقلب الكمامة مثلا يلبسها بهذه الطريقة بعدين يمسكها هون أكيد أكيد فهلأ هم شي أنا حبيت إنك أنت عم بتقول إنه دائما نظل نعقم الكمامة والله شوفي يعني أنا اليوم صراحة بحب أعلن عن شغلي نحنا فريق البحث والتطوير عنا بالشركة من يوم ما صارت الكورونا ونحنا بنقول شكرا كورونا يعني على عكس الناس كليتها ليه؟ الله يخلصنا من الكورونا الله يخلصنا منها بس كان إلها بس إحنا بنقول شكرا كورونا إنه خلتنا نبحث خلتنا نطور خلتنا نتعلم اليوم نحنا عم نعمل اتفاقيات مع الشركات في أمريكا وعم بنطور نوع من الكمامة اللي هي نفس الكمامة أنتي فيرل يعني لو وقع عليها أي فيروس الكمامة بحد ذاتها كفيلة بالقضاء على هذا الفيروس من خلال؟ من خلال شحنات كهربائية موجودة على سطح الكمامة متيريا المعين بتنرش على الإقماش بتظلها موجودة بشكل مستمر هاي الشحنات لأنه إحنا بنعرف الفيروس عليه شحنة كهربائية فعنها الطريق هاي بيقدر نقضي على الفيروس عن جد فالحمد لله يعني زي ما قلت لك شكرا كورونا اللي خلتنا نفكر ونبحث وفخرين جدا بالصناعات الأردنية حسب المعايير والعالمية للوقاية من كورونا عم نقدر نصدر للعالم شكرا لوجودك معنا شكرا دكتور خالد عبد الرحيم معلومات قيمة جدا أعطانا ياه دكتور خالد عبد الرحيم أخصائي الكيمياء الحيوي هو عالم بالتحديد كمان نقدر نقوم شكرا